اشتركوا في القناة اتمنى ان شاء الله ان احنا نخرج على اقل تأديل بتصورات لمواجهة الموقف ده كلام على بطولات افريقيا او المعيد اللي حددها التحدي الافريقي طبعا لتسجيل الفرق اللي هتشارك في بطولات افريقيا في السيزن اللي جاي بس محولي قبل ما ادخل في تفاصيل حلقة والعنوين ارحب بصارة مساء الخير يا صارة مساء الخير عليك يا احمد مساء الخير على كل جمهور قناة الاهلي حلقة جديدة من برنامج السادسة هنتابع مواضيع كتيرة جدا سواء في الكرة المحلية او تدريب الاهلي ومعنا طبعا مرسلنا من ملعب السادس وكمان الكرة العالمية فيكون كمان معنا ضيف مهم كابتن السادس حمدي نتكلم معا مسيرته الرائعة مع النادي الاهلي وعن تفاصيل كتير في حياته حقيقة يمكن قبل ما ندخل في الموضوعات ونبتدي بالعنوين نقطة نظام الفترة الاخيرة الحقيقة صار يمكن لاحزنا بشكل كبير جدا كلام والتكلم هنا مش على النادي معين حقيقة مش بقصد نادي بعينه انا بقصد انها يمكن تكون ظاهرة متكررة على لسان عدد كبير جدا من مسؤولين في اندية سواء رؤساء اندية او مسؤولين على ملف التعقدات او على مستوى مديرين فنيين دايما تلاقي الاهلي محطوط في جملة للأسف الشديد غير مفيدة وما تفهمش الحقيقة ايه السبب من ده الناس بتتكلم على انه الاهلي هو السبب في الهزيمة او انه لم يراعي ظروف معينة لنادي معين كان عنده اصابات بفيروس كورونا او انه هدفنا الوحيد والرئيسي وان احنا نكسب النادي الاهلي والحيات التصريح الاخيد ده طبعا انا بعتقد انه في تقدير لا يصح ولا يجوز للنادي كبير انا بكلم تحديدا عامير مرتضة اللي اتكلم على مباراة القيمة وقال انه احنا يكفينا فقط الفوز على النادي الاهلي الحقيقة الهدف ده هدف معظم الاندية او كل الاندية اللي بتواجه النادي الاهلي وده دايما الحقيقة يعني يليق بعظمة تاريخ النادي الاهلي يكون ان النادي الاهلي الحقيقة يكون هدف فقط او الفوز على النادي الاهلي هو هدف لكل الاندية ده شيء يعظم من قدر النادي الاهلي ولا يقلل منه على الاطلاق على فكرة لأنه معظم الأندية بيكفيها شرف الفوز على المرض الأحمر لكن ده بالنسبة لنا مش في الحسبان إحنا هدفنا هو البطولات ورصدنا من البطولات اللي نتمنى دايما أنه هو يكون في زيادة مستمرة وأعتقد من التصريح من النوع ده إن أساء فهو بيسيء للنادي الأهلي وللنادي زمالك ولرموز نادي الزمالك وللعيبة نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك الخلاصة عشان ما أطولش على حضراتكم أنا أتمنى وبشوف أنه المجهود الكبير والتركيز الكبير اللي بيبزلوا عدد من المسؤولين في الأندية المصرية المختلفة مع النادي الأهلي لو بوزل نفس المجهود ونفس الوقت الضايع أو في التركيز على مشوار أنديتكم وبحاولة حصولكم على البطولات أعتقد النتيجة بالنسبة لكم هتكون مختلفة بشكل كبير نبتدي بالعنوية الأهلي يستقنف تدريباته اليوم في التتش استعداداً لودي دجلة الأهلي يجاهز محمود وحيد لمبارات ودي دجلة ثلاث سيناريوهات مقترحة أمان فايلر بتعويض غياب السولية وزارة الرياضة بتدرس حضور الجماهير الجماهير لمونديال يد 2021 الكافي يعلن مواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا تحديد موعد انتهاء العلاقة بين ميسي وبارشتونا برحب بحضراتكم من جديد وزي ما عودناكم بنبدأ بأخبار النازي الأهلي الرجع النهاردة عشان يستكمل تدريباته استعداداً طبعاً لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة اللي جاية في الدوري الممتاز بعد طبعاً الراحة اللي ادها بايلر للعبين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري بهدفين نظفين في الجولة اللي فاتت طبعاً مباراة مهمة في مشوار الأهلي نحو حسم اللقب 42 للأهلي في تاريخه ومنتمنى كل التوفيق للفريق خلال المباراة اللي جاية طبعاً احنا عندنا بينضم قائمة الغائبين عن المباراة اتنين من العامدة الأساسية الفريق علي معلول بسبب طبعاً الانزار والإيقاف انزار التالت والسولية طبعاً اللي هيغيب لصابته بشدة في العضلة الأمامية على كل أحوال ريني فييلر المديل الفني للأهلي بدأ بالفعل في تجهيز محمود وحيد الزهيل أيصر عشان يشارك بشكل أساسي إن شاء الله في مواجهة دجلة عشان يعوض غياب علي معلول زي ما قلت لحراركم خد الانزار التالت في ماتش المصري كمان هيرجع للقائمة إن شاء الله بإذن الله ديانج وأحمد فتحي اللي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف فييلر هيعتمد طبعاً على وحيد في ماتش دجلة خصوصاً أنه يمكن اللعب حتى كمان شارك يعني أعتقد أنه فورمت الماتشات مش بعيدة لأنه شارك في أكتر من مباراة وفي الماتش الأخير على وجه التحديد وظهر أعتقد بشكل جيد كل الماتشات اللي بيشارك فيها محمود وحيد يا أحمد بحس أنه ما كانش عدك بحس أنه أداءه كويس جداً بحس أنه هو في الفورمة بحس أنه هيقدر يعوض غياب علي معلول صحيح نتمنى ده إن شاء الله ونروح لزميلنا كريم أحمد من التتش نتطمن منه على رجوع الفريبة للتدريبات نهاردة أول يوم عود للتدريبات بعد راحة لمدة يومين بعد مصري كريم ساء الخير مساء الخير عليك زميلة العزيز أحمد ومساء الخير على زميلة العزيز السهرة وتحيات لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلاً بك تعرفنا كده على أجواء تدريبات النادي الأهلي بعد استقناف التدريبات لأول مرة بعد راحة يومين بالتأكيد طبعاً يعني كان لابد يكون فيه 48 ساعة راحة لفريقة النادي الأهلي مع الضغط الكبير وتلاحم المبارات الكبير والجهد اللي بيبذلوا لعبة النادي الأهلي فيها المبارات فبالتأكيد كان قرار رائع وموفق جداً من الجهاز الفني النهاردة يمكن نقدر نقول تدريبات لفريقة النادي الأهلي استعدادة لمبارات ودي دجلة القديمة يوم الجمعة بإذن الله تدريب النهاردة يمكن تدريب قوي جداً لفريقة النادي الأهلي يعني يقدر نقول لنا وضع التدريب كان فيه جزء بدني وجزء فيه بعض التدريبات الكرة لكن في اللحظات اللي لما كلمك فيها فيه جزء خطط كبير جدا. ممكن مستر عمل تأسيمة ومميزة جدا واضح حماس اللعيبة وجديتها الكبيرة جدا. طبعا كلمته طبعا على الغيابات والإصابات واللعيبة اللي راجعة من الإخافات. يعني ان شاء الله بإذن الله محمود وحيد بالتحديد كمان محمود وحيد ان شاء الله يكون موفق بعد هيخاف علي معلول التلاتة انذارات بيعود لنا كمان احمد فاتحي. ديانجي كمان يعني عايز اتكلم على ديانجي اقويل كتيرة جدا كانت على اليو ديانجي السافر وكده وممكن راجل طلع وضح الامور بشكل كبير جدا. ديانجي ممكن لسه موصلش حتى دي اللحظة الى القائرة لكن ان شاء الله غدا مع تدريب فريق النادي الال الصباح هيكون متواجد بكل قوة استعدادا لي مباراة تودي دجلة القادمة. ايمن اشرف كمان عايز ا اكد عليه. كان ايمن اشرف كان بيعاني من الام الحود ولم يشارك فيها المباراة الماضية. كان متواجد طبعا على دكة البودلة لكن كان واضح ان مستر ريني فايلر يعني مخليه فيها القائمة لأي ظروف لكن ايمن النهاردة بيشارك بكل جدية وبكل قوة في تدريب فريق النادي الاعلي. كمان بنأكد على حسين الشاحات. يعني حسين الشاحات النهاردة كمان شفناه في التدريبات كان متواجد بعد عملوا ليه طبعا المسحة للطبية وزرور السلبية طبعا لها. النهاردة شارك حسين الشاحات في البرنامج التهيلي الموضوع اللي سواء فيه تدريبات الجم او الجري الخفيف حول الملعب. كريم عايز عرف منك كمان بالاضافة للاسماء اللي انت كلمت عنها. آآ الموقف بالنسبة لآآ صالح جمعة وبالنسبة الكهربا. مشاركتهم النهاردة فيه. يعني ابدأ معاك بكهربا. كهربا بيتم تجهيزه بشكل كبير جدا. خلاص نقدر نقولي يعني مباراة الحرس هتكون هي المباراة الاخيرة اللي ينتهي الاقاف ليه محمود كارابا على ان يكون في مباراة الاسماعيلي القادمة ان شاء الله كل جديه يكون جاهز ومشاركته على اعلى مستوى محمود كارابا بيأدي اداء اكتر من رائع بيشتغل على نفسه بشكل كبير سواء تدريبات فردية او فيها التدريبات الجمعية. صالح جمعة مستمرة طبعا في البرنامج الموضوع سواء برنامج فردي او جمعي. صالح يمكن في اللحظات اللي لا بكلمك فيها دي بيأدي تأسيمة اكثر من رائع يعني بيأدي اداء رائع جدا واضح اخلاصه وجديته وعزمته واكدنا اكتر بمرض نقول لصالح ملتزم بشكل كبير جدا فيها تدريبات الماضية اشتغل على نفسه بشكل كبير لكن اداءه النهاردة كمان فيه التأسيمة ان شاء الله بازن الله بياخد دور كبير فيها المباراة القادمة ده اللي بنتمناه من الجهاز الفني على صالح جمعة بالتحديد لان انت عارف زميلي احمد الفور ما هتيجي من المباراة وليس من التدريبات ده اللي ان شاء الله بنتمناه سواء صالح لكهرباء وبازن الله ان شاء الله الفترة اللي جاية كلها تكون انتصارات لفريق النادي الاهلي كل تلات نقاط بنحققهم بيتسع الفارق وان شاء الله نحسن بقى بطولة الدوري قبل ما تنتهي بشكل كبير لانه عندنا الحلم الكبير بطولة الافريقية اللي ان شاء الله بازن الله عندنا امال كبير على الجهاز الفني والعابة النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله البطولة التسعة تكون في دولار بطولة النادي الاهلي ان شاء الله مشكرك شكرا جزيلا زمينا كريم احمد من ملعب مختار تيتش من داخل نادي الاهلي في الجزيرة والحقيقة يمكن الغياب السولية في الماطش اللي جاي وديانج لو راجع يعني حضراتكم عالفين طبعا احنا يمكن عرضنا الفيديو انا وصارها مبارح انه الراجل بيأكد انه سفر وبعد زين كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي كان بسبب استخراج جواز سفر عشان يقدر ان شاء الله يسافر مع الاهلي للمغرب يرجع يبقى جاهز للمشاركة في ماتش دجلة ولا لا دي لسه حاجة في علم الغيب وبالتالي خط النص في الاهلي بيغيب عنه السولية واحتمال كبير جدا ديانج عندنا فتحي ممكن يدخل مع بقى ربيعة ممكن يدخل انا بكلام فتحي الاولين حمدي فتحي فتحي التاني هو كابتن احمد فتحي انه احمد فتحي في اوقات كتير جدا بيدخل في نص الملعب وبيجيد الحقيقة عنده خبرة كبيرة جدا في المكان ده وبيتهيق لي انه فرصة صالح في الظهور في المباراة دي اقوى بكتير جدا حتى ولا مشاركش من البداية فاعتقد انه عايب عنده مساحة اكتر بكتير جدا من مساحة مشاركته في ماتش المصري وعندها طبعا كابتن ماك دي افشا ايضا كمان جاهز في الحتتين يعني اما يلعب دايرة او يطلع ينزل وراء الراس الحربة والاجنحة واعتقد انه برضو لعب في الاتنين واثبت فيهم يعني امكانيات محترمة جدا. انت شعف احسن سيناريو ايه? سيناريو للماتش? انه احنا نكسب في جميع الاحوال. لكن بتهلي يعني في ماتشات كده وبتهلي منهم ماتش وادي دجلة من الماتشات الفرصة لانك تجربي وتدخلي لعيبة في مراكز غير مراكزها وتنزلي لعيبة ممكن كانت بعيدة عن التشكيل عشان تديها فرصة انها تاخد جو الماتشات. زي ما كريم كان لسه بيقول دايما الماتشات الرسمية او فورمة ماتشات الرسمية مختلفة تماما عن التدريبات. واحساس اللعيف في الملعب المباراة الرسمية مختلف تماما عن التدريبات. فاعتقد ماتش وادي دجلة من الماتشات دي خصوصا دايما وانا بتكلم بشكل يعني منطقي احنا عندنا فارق مريح جدا. واعتقد ده بيدي اريحية وبيقلم حتة التوتر والضغط النفسي والعصبي على اللعيبة. غير لما يكون فيه فرقتين تلاتة وراء منك بيتاردوك على صدارة البطولة. بيبقى فيه تخوف شديد جدا من اي مجاسفة. ده مش موجود. وبيتهيق لي انه التلات ماتشات اللي جايين فرصة كبيرة جدا للاستعداد لماطش الوداد ان شاء الله. ان شاء الله. نروح للدكتور اشرف صبحي اللي النهاردة عقد مؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد بمصر في يناير عشرين واحد وعشرين. وكان بحضور هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري. وكابتن حسين لبيب مدير البطولة. وزير رياضة الحقيقة في بداية كلامه. ووجه الشكر طبعا. والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم الدعم والتوجيه لاخراج مونديالي اليد بشكل يليء بمكانة مصر الدولية والتاريخية. وكمان اتكلم في كل حاجة تخص الاستعدادات للبطولة. الانشاءات اللي كانت لكن اللي لفت. النظر هي حاجة مهمة جدا. يا أحمد وهي حضور الجماهير للبطولة. زي ما قال. في الوقت الحالي بينقشوا الموضوع ده. وممكن يتواجد الجمهور بنسبة 100% أو بنسبة 2% لواحد. ببعنا أن يبقى فيه كرسي فاضي ما بين كل كرسيين ممتلئين أو فيهم ناس. طبعا. تنظيم بطولة كبيرة وعريقة زي دي على أرض مصر مع احتمالية حضور الجماهير. شيء كبير عظيم مشرف لمصر دايما في جميع المحافل الدولية. وما فيش بطولة نكحة صارة بدون جماهير. يعني طبعا. احنا بكلم على بطولة عالمية. بنتكلم عن بطولة هتكون محط أنظار وسائل إعلام من كل مكان في العالم. وبالتالي هي فرصة لتسليط الدوء على مصر. ولما بكلم على البطولات العالمية. ولو حالكم تفتكروا استضافة مصر اللي كان في نسخته الأخيرة. قد إيه الحقيقة كان فيه مردود رائع جدا من التنظيم المبهر اللي قامت بمصر في البطولة دي. وأتمنى وأتوقع كمان وراهن على إنه بطولة كس العالم لكورة اليد هتكون على أعلى مستوى. اللي عايز أقوله الحقيقة أنه الدولة المصرية ويمكن ده يعني مش عارف شيء مش واخد حقه. لكن الحقيقة احنا دايما بنتكلم على المشروعات العملاقة زي قناة سويس الجديدة وزي مشروعات الإسكان وزي مشروعات الطرق والكباري والأنفاء. وزي الـ 14 مدينة جديدة. لكن الحقيقة في مجال الرياضة فيه اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية أن يكون فيه نقلة نوعية للرياضة بشكل عام. سواء على فيما يتعلق بتأهيل كوادر. سواء فيما يتعلق باستضافة بطولات عالمية ودولية. سواء فيما يتعلق ببنية تحتها رياضية. أعتقد بتشهد طفرة كبيرة جدا. والدليل أنه حتى وعلى فكرة كلام ده مش كلامنا إحنا. مش كلامنا إحنا كمصريين. ده كلام كتير من وسائل إعلام المتخصصة العالمية. أنه تنظيم مصر البطولة زي كاس أمه أفريقية. كان بيضاهي في رواعته افتتاح أو تنظيم بطولة كاس العالم اللي شفناها وتابعناها طبعا في روسيا. هي هو تحدي كبير برضو المصر. وتحدي عظيم أنه يبقى أول نسخة تتلعب 32 فريق بدل من 24 تبقى على أرض مصر. وهيبقى عندك كل المنتخبات المهمة. طبعا عندك فرنسا والدنيمارك وكل الناس. والحقيقة زي ما أحمد قال إحنا يعني في تنظيم بطولة أفريقيا ظهرنا بشكل مشرف جدا وكل العالم كان بيشيد بالطريقة اللي اتنظمت بها بطولة أفريقيا على أرض مصر. والنظام التذكرة ازاي. وكل حاجة كانت الحقيقة متحدرة جدا يا أحمد. صحيح. وكان المظهر مشرف. بس الصورة تكمل بقى صار بالجمهور. يعني إذا نجحنا إن شاء الله وانا يعني متأكد دولة دولة عندها من الإرادة. ومن القدرات والإمكانيات اللي تسمح لها أنها تعمل بطولة نكحة. مش بس من ناحية التنظيم لكن كمان من ناحية دخول أو حضور الجماهير. وحضراتكم عارفين إنه اليد بالنسبة للمصريين يمكن تكون تاني أكتر لعبة شعبية. انا مش عايز أزل من رياضات تانية زي البسكت. احنا نحب البسكت. بحب الطائرة. وبنحب السكواش. وبنحب حاجات كتير. لكن اليد كمان من حيث الإنجازات. احنا عندنا أبطال عالم على كل مستويات الحقيقة. فبالتالي الرياضة ليها جمهور كبير جدا وليها عشاء. وحتى اللي مش بيحب كورة اليد داوي. هيروح يشجع مصر في بطولة. فلو سمح بحضور الجماهير أو اللجنة المسؤولة عن تنظيم البطولة سمحت بحضور الجماهير. أعتقد ده هيساهم في اكتمال الصورة بشكل كبير. ونجاح البطولة بشكل عجب. تكمل بالجمهور وتكمل يا رب بأنه مصر تقدم نتيج كويسة جدا في البطولة. المنافسة فعلا هتبقى صعبة قوي أعمال. في اليد كمان زي الأهلي. يعني زي ما بنقول كده في الكورة. الأهلي إما بيدخل أي بطولة هو مرشح أول. وعينه على أنه الفوز بالبطولة. في اليد مصر إما تدخل بطولة على مستوى كل الفرق أيضا. برضو عينها على البطولة. نتمنى. نتمنى ده لأنه فعلا المنافسة هتبقى صعبة جدا في المتخبات قوية جدا في البطولة. طبعا. طبعا. كريمي على عمالقة زي زي سويد وزي فرنسا وزي غيرهم من الدول اللي هي باع كبير في دنمارك. في دنمارك. في ليها باع في اليد. بس إحنا كمان منتخب محترم جدا. طبعا. وخصوصا كمان البطولة هتتلعب على أرضنا وبين جماهات. نروح لخانة اليك بقى اللي كلمت حضراتكم معنا. النهاردة الحقيقة في مأزق كبير جدا. نتكلم من الاتحاد الأفريقي. أعلن خلاص. النهاردة على موعيد النسخة الجديدة من البطولات الأفريقية في الموسم الجديد. دوري الأبطال في عشرين واحد وعشرين. والاتحاد الأفريقي قال إنه موعيد النسخة اللي جاية إن شاء الله هتكون كالتالي. خليني أقول لحضراتكم من يوم عشرين ليوم. دي بالنسبة للجداول طبعا بتاعت البطولة أو الأدوار بتاعت البطولة. من يوم عشرين ليوم اتنين وعشرين نوفمبر ده هيكون دور التمهيدي. دور لاثنين وتلاتين هيكون يوم من يوم حضاشر لي ١٤ ديسمبر الشهر اللي بعده. دوري المجموعات الجولة الاولى واحد واثناشر وتلاتاشر. آآ فبراير جولة اتنين اتنين وعشر و públicاتان اربعة وعشرين فبراير. جولة ثلاثة خمسة و ستة مارس. جولة أربعة ستتاشر وسبعتاشر مارس. آآ جولة خمسة آآ من اثنين لاربعة ابريل. والجولة السادسة من عشرة لاثناشر ابريل. الثمانية مع الكاية تعمل لها قرع يوم 30 أبريل 34-21 دور الثمانية مطشطه تتلعب ما بين 14-16 مايو والعودة 21-23 مايو دور قبل النهائي هيكون من 18-20 يونيو والعودة من 25-27 يونيو مطش النهائي إن شاء الله يوم 17-27-21 المأزق فين؟ المأزق الحقيقة متعلق بتسجيل اتحادات الأهلية لفرقها اللي هتشارك في البطولة يعني مطلوب من الاتحاد المصري إنه قبل يوم 20 أكتوبر اللي جاي يسلم الاتحاد الأفريقي قيمة بالفرق المصري اللي هتشارك في البطولات سواء دولي الأبطال أو الكونفيدرالية احنا عندنا أربع أندية مصرية مفترض أنها بتشارك في بطولات أفريقية المشكلة طبعا إنه 20 أكتوبر اللي جاي الدولي مش هيكون خلص فبالتالي انت عندك مشكلة في تحديد المراكز الخاصة بالأندية اللي بناء عليها هتشارك الأندية دي على أساسها طبعا في البطولات الأفريقية سواء نتكلم على البطل ووصيف لهم الحق في مشاركة في دولي الأبطال أو تالت مع بطل كاس هيشاركوا في بطولة الكونفيدرالية ايه ممكن يكون سينادي الخروج من المأذق الله أعلم يعني لغاية اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها كلها مجرد اجتهادات والحقيقة كلها تصب في النهاية في خانة عدم تكافؤ الفرص إحنا بنتكلم أنه حل واحد أو أبشن واحد أنه نلجأ لترتيب الدوري في الموسم أو ترتيب البطولات المختلفة في الموسم الأخير وبناء عليها هيكون فيه ظلم كبير جدا لبعض الأندية المشاركة يعني في الحالة دي يتأهل مثلا نادي زي النادي المصري في حين يقول نادي المصري السنة دي في مركز متأخر المقاولين من حقه أعتقد عنده فرصة مش أقول من حقه هو لسه عنده فرصة يا سارة أنه يشارك فيه بطولات أفريقيا حل الثاني أنه نيجي قبل يوم عشرين ونقول إحنا هنقف في ترتيب الدوري أو هنعترف بترتيب الدوري لغاية المطشوات اللي هتقام قبل يوم عشرين أكتوبر وبالتالي ترتيب الدوري في هذا التوقيت هو اللي يتم إرساله للمشاركة في البطولات القادمة وده برضو إلى حد كبير من وجهة نظري بيخل لما ببدأ تكافؤ الفرص لأنه من الورد جدا فيه بعض الأندية يبقى عندها مطشوات سهلة بعد كده يعني في الدوري تساهم فيه أن ترتيبها يبقى متقدم أو العكس الصحيح وبالتالي حتى اللحظة مش عارفين اللجنة القماسية هتخرج من المؤسس بس أنا مش متفاجعة يا أحمد الموقف ده مش مفاجئ إحنا ده كان متوقع والناس بقى لها فترة بتتكلم في الموضوع ده وكده كده أصلا الدوري المصري بيبقى متأخر عن باقي الدوريات ولما رجعنا من كورونا من فترة التوقف إحنا رجعين متأخرين برضو عن باقي الدوريات فهنا بقى فيه أسئلة كتير يعني الاتحاد المصري هيعمل إيه في موقف زي ده هنا احنا ما عندناش إجابات لحد دلوقتي احنا عندنا نحنا نطرح أسئلة الاتحاد المصري هيعمل إيه في موقف زي ده هيتعامل إزاي مع الاتحاد الأفريقي في موقف زي ده كل دي أسئلة هو الاتحاد المصري الحقيقة مستحب مشكلة هو مسؤول عن حل مسؤول عن إيجاد حل لكن هي الفكرة أنه كمان الحقيقة أنا أتوقع أنه مواقف الأندية نفسها مواقف الأندية نفسها هتبقى سبب من وجود المشكلة يعني بالضبط كده الاتحاد ممكن يصطدم بمشاكل مع الأندية طبعا نهيك كمان بالنسبة للأهلي كمان على وجه التحديد احنا لسه مكملين يعني سيزن سواء فيما يتعلق بالدورة أو ببطوط أفريقيا تبتدي المطشاط في شهر نوفمبر فبالتالي انت عندك تلاحم مواسم عنيف اه كان فيه فترة توقف بسبب كورونا بس انا اعتقد انه سيزن الجاي هيبقى مرهق جدا 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 خصوصا للأندية اللي بتشارك فيه اكتر من بطول طيب نروح للسيناريوهات اللي اتحددها الاتحاد الأفريقي في نصها نبتدي سارة بالسيناريوهات السيناريو الاول الخاص بالدول اللي انهت الدوري خلاص في بلادها هتتأهل الاندية وفقا للنظام المعروف قبل كده والمعلن عنه طبعا في المادتين التانية والتالتة والفصل الرابع من اللوائح السيناريو التاني الخاص بالدول اللي انهت الدوري في بلادها بسبب كورونا من غير ما يكمل لكنها وضعت تصنيفا وترتيبا للفرق في المسابقة غير المكتملة هيتم طبعا تأهل الفرق زي ما جيه في المادتين التانية والتالتة الفصل الرابع من اللوائح السيناريو التالت بالنسبة للدول اللي ألغت الموسم الحالي وما اعتمدتش ترتيب الفرق فيها هيتم تأهل نفس الفرق زي ما قلت حالكم حسب نفس الترتيب في مسابقات الموسم السابق مع الوضع في اعتبار طبعا حصة كل اتحاد حضراتكم عارفين انه مسابقات اتحاد الافريقي متأسمة حصص حسب كل اتحاد دي احقية معينة في مشاركة عدد معين من الاندية في مسابقاته السيناريو الرابع بقى بالنسبة للدول اللي ما اكتملش الموسم فيها لغاية النهاردة وده السيناريو اللي بينطبق علينا ما قدرتش انها تتمكن من اكمال الموسم قبل المعادل اللي حدده للاتحاد الافريقي هيتم تخييرها عشان تنفذ اي حاجة من او اي option او اي سيناريو من السيناريوهات التلاتة اللي تم طرحها على حضراتكم وده بينطبق على زي ما قلت لحرارتكم على التحاد المصري او اللجنة الخماسية المكلفة با يعني السيناريو الرابع هو الاقرب سيناريو الرابع ان احنا نختار بقى من السيناريوهات التلاتة دي اكتر حاجة ممكن نتلسل عليها واحنا طبعا الشعار عندنا واضح ومعروف احنا اتفقنا الا نتفق يعني حضراتكم لو النهاردة طرح هذه السيناريوهات التلاتة على الاندية خصوصا اندية المقدمة اللي لها الحظ في المشاركة اعتقد ان احنا مش هحصل بنا اتفقى هتلاقي كل حد بيعترض او كل وانا متفهم طبعا في وجهات نظر محترمة جدا بس احنا في سيناريو استثنائي وصعب جدا نتعامل معاه ازاي اعتقد الايام اللي جاي هيا للجواب على السؤال ده واتمنى ان يبقى فيه توافق واعتقد انه المشكلة بتمس الجميع سواء كلنا نتكلم على اتحاد كورة او بنتكلم عن ده طبعا الاهلي خارج المشكلة خالص يعني ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هتشارك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كحامل لقب وبطل الدولي المصري فالاهلي طبعا برى المشكلة دي تماما نروح بقى من ازمة الاتحاد الافريقي لازمة الساعة ازمة الارجنتيني العنال ميسي مع برشلونة وحدد محامين اللعب يوم الثلاث اللي جاي ده موعد فسخ اتعاقد بينه وبين النادي الصحفي الارجنتيني الشهير جونزالس قال ان مجموعة المحامين الموكلين من ميسي كشفوا عن انتهاء علاقة اللعب بالنادي الكتالوني بشكل رسمي يوم الثلاث اللي جاي وصحيفة موندو دي بورتيو الاسبانية قالت عن نية برتميو رئيس برشلونة في رفض فسخ التعاقد خلال الاجتماع اللي هيجمعه بوالد ووكيل اعمال اللعب خرخي ميسي بكرة صحيفة كمان قالت ان برتميو هيقول لوكيل ميسي ان ميسي مش للبيع وان فيه شرط جزائي الفسخ تعاقده ب700 مليون يورو فيما سيوضح طبعا الاخير انه ابنه ميسي فقد استقى تماما في مشروع برشلونة وعايز يبحث طبعا عن مخرج تاني بس مخرج ويدي ميسي مش عايز يروح للمحاكم ولا ان الموضوع يكبر وعايز يطلع بشكل ويدي جدا عاود اقول كمان ان ميسي غاب عن تدريبات طبعا الفريق وده لليوم التاني على التوالي بعد ايام من ابداء رغبته في الرحيل عن الفريق وقال كمان ان كومان قد ميران الفريق النهاردة بمشاركة نفس التساقفر لعب اللي شاركه في الميران الاول تحت قيادته يوم الاثنين امبارح استعدادا للموسم الجديد كده اللعب لا حضر مسحات كورونا الخاصة بالفريق ولا تدريب امبارح ولا تدريب النهاردة عشان يأكد ان هو خارج برشلونة ورغبته هي الرحيل عن برشلونة طبعا موقف يعني خرج اوريدي عن السيطرة يا صار نتكلم على تدخل رجال قانون وتدخل رجال قضاء وتدخل الاتحاد الاسباني وتدخل محامين من ليوميسي وتدخل محامين من جنب برشلونة والموضوع ينتهي على ايه في النهاية بيعدالها تصفر عنه او الاجابة تظهر فيه خلال الايام اللي جاية لكن في النهاية انا بعتقد انه حتى ولو استمر او لو تم اجبار لان هو ميسي اعلم برغبة واضحة وصريحة رغبته في عدم الاستمرار مع برشلونة والدافع الرئيسي يخدوا بالحضراتكم من الجزئة دي انه الراجل شايف انه الفريق في شكله الحالي مش هيمكنه انه هو يفوز بالكرة الذهبية لمسلمين مقبلين هو شايف انه عنده فرصة كبيرة جدا انه يستمر على عرش كرة القدم في السنتين او في المسلمين المقبلين ومن الواضح انه مش شكله الحالي بس كمان يأحمد ومن الواضح انه مش واثق في مستقبل الفريق اصلا مع كومن اكيد احصل صدام بينه وبين كومن يعني هو في اول مقابلة بينه وبين كومن يبدو انه كمان ده ساهم في زيادة توتر علاقة بين ده غير توتر علاقة بينه وبين رئيس برشلونة يعني موامل واضح انها بيضة من كل وراجل مش هيقضيها توتر بقى قالك لا انا بص على مصلحتي وعشان كده يمكن في بعض التقارير تكلمت على انه حصل اتصال بينه وبين بيبي جوارديولا قال فيها انه او كلم فيها جوارديولا وكان بيكلم معاه انه هو عنده طموح في انه يفوز بالكرة الذهبية السنتين اللي جايين وقال له انا مش هقدر اعمل ده غير معك صحيح وانت مقتنع لا انت مش مقتنع عن ميسي انا مقتنع عن ميسي لا يعني طريقة لعبه واسلوبه ما اعتقدش انه هيحقق نفس النجاح هو العيد كبير والعيد مؤثر لكن في الدورة الانجليزية التركيبة تانية ومختلفة تماما يحقق نجاح ممكن طبعا والد خصوصا ما يلعب مع فرقة كبيرة بحجم من منشستر سيتي بتقدم كرة اكتر من رائعة لكن نفس النجاح اللي كان في باشلونة اعتقد نسخة صعبة جدا تكرارها والدليل رونالدو ما اعتقدش ان صورة رونالدو لما كان في المان يونيتد او في ريال مدريد هي هي نفس الصورة في يوفانتوس بتهيأ لي كده مش عاش تتفق لا انا مختلفا في الحاجتين نختلف بقى اثناء الفاصل نروح سريعا لفاصل نرجع حضراتكم مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية ما فيش شك انه السنوات الاخيرة شهدت تحول كبير جدا في خريطة الكرة الاوروبية وبعد ما كان الدوري الايطالي مسيطر لسنين طويلة الكالتشو الايطالي كواحدة من افضل بطولات والدوري اللي بيستقطب اكبر اسماء واكبر نجوم في العالم تحولت الوجهة لاسبانيا برضو الفترة طويلة جدا لكن انا بعتقد وخصوصا في حالة نجاح المان سيتي في استخطاب والتعاقد مع لان الميسي انه الدوري الانجليزي هيكون اكتساح ونسخة اللي جاية منه هتكون غير خصوصا الحقيقة انه دوري الانجليزي دون كل الدوريات في العالم فيه او بيتمتع بقدرة كبيرة جدا لعدد كبير من الاندية على المنافسة ومن الورد جدا انه تلاقي اكتر من حصان اسود في نفس البطولة مع وجود العمالقة التقليديين بكلم حضراتكم على ليفر بول اللي متوهج مع الكروب وحقق عدد كبير جدا من البطولات بكلم حضراتكم على المان سيتي بيقودوا افضل مدير فني اعتقد على مستوى الكرة الارضية بيبي جوارديولا ومعا تشكيلة اكتر من رائعة من اللاعبين اعتقد ان وجود ميسي معهم لو نجحوا في اتنم الصفقة يعني الفريق نقلة تانية مع وجود المان يونايتد بتشكيلته اعتقد انه بيشهد تطور كبير جدا في مستوى الى جنب الارسنل ارسنل السندي عامل موسلم ولا اروع تشكيلة ارتتا عاملة شغل واخدين اليوروبا ليه واخدين الكاس الدرع الخيرية ووجود تشيلسي كمان اللي بيحاول انه يرجع للصورة بقوة فالمشهد يبدو وانه هيكون مشتعل السندي خلينا نعلق اكتر على اهم لقطات الدوري الانجليزي هيكون معنا الصحفي بلال نصور مراسل صحيفة التليجراف البريطانية في لبنان والشرق الاوسط اهلا بك استاذ بلال اهلا بك كابتن احمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدين قناة الاهل بداية وقبل ما نتكلم في الكرة تحيات وسلام حار لأهلنا في لبنان الشقيق والعزيز على قلوب المصريين ويهمنا نتطمن على اهلنا في لبنان وبالخصوص طبعا بيروت يعني بداية اودا نتوجه بالشكر الى الاتحاد المصري لكرات القدم على الوقفة التضامنية التي شهدها عودة الدوري المصري بعد توقف بسبب جانحة او جائحة كورونا وطبعا شهد اللقاء بين نادياي الزمالك والمصري موقفة تضامنية ودقيقة صمت على ارواح شهداء انتجار مرفأ بيروت ووجه التحية الى الانديا المصري على تضامنهم على الشعب المصري والى ايضا الاتحاد المصري على هذه اللقاء وبخصوص طبعا ما زالت بيروت تدعافة من الكارثة الكبرى التي حزت ارجاء العاصمة والتي ادت الى مقتل اكتر من 200 شهيد وحوالي او اكتر من 5000 جريح نعم كلنا سيقف اشقاءنا اللبنانيين يقوموا بلبنان ويقوموا ببيروت وتكون افضل من الاول ان شاء الله اكلم محمد ان شاء الله هذا طبعا بمساعدة الشقاء العرب وكل المحبين للشعب اللبناني ان شاء الله لبنان يعود ويتعافى من هذه الكارثة التي حلت بي ان شاء الله استاذ بلالد خلينا اكلم معك على الموسم الجديد في الدوري الانجليزي شكل المنافسة رؤيتك لقوة المسابقة بعد الكلام على تدعيم اغلب الفرق بالصفقات من العيار التقيل وخصوصا كمان بعد الكلام مؤخرا على رغبة ليان الميسي بعد فك ارتباطه مع باشرونة بالزهاب لملعب الاتحاد وتحديدا التوقيع للمان سيتي ازاي بتشوف شكل المسابقة في الموسم الجديد وايه هي ابرز الصفقات من وجهة نظرك يعني بداية سمعت بالتقرير عن الكارثة الويطالية وانتفاق الكارثة وتوجهة الانظار بعد ذلك الى الدوري الاسباني والان نشاهد ان هناك تحول كبير بتحول الجماهيري الى الكرة الانجليزية وعودة الكرة الانجليزية الى الاستحواذ على الاهتمام الجماهيري واهتمام كبار اللاعبين وطبعا ما سمعناه في الايام الماضية عن رغبة يونيل ميسي باللعب في الدوري الانجليزي وبالأخص مع منشستر سيتي طبعا هذا كله يدل على ان الدوري الانجليزي سيكون الاقوى والاعناف هذا الموسم طبعا هناك تحديات كبيرة لكل الانجليزي وهناك طبعا نادي الليببول ما زال في طريعة المنافسين طبعا نادي منشستر سيتي ومنشستر يونايتد دالياي منشستر سيتي ومنشستر يونايتد ايضا سيكونان على قائمة المنافسين وطبعا هناك نادي تشيلسي الذي يدعم صفوفه بعدد كبير من العامين ويبدو انه سيدخل على خط المنافسة القوية هذا الموسم طبعا بالاضافة الى الجنرز النادي على الأرسل الذي دائما لديه الطموح ولكن لا يملك العناصر التي تساعده على منافسة الكبار كليببول والسيتي واليونايتد على الرغم انه انها موسم بإحراز بطلتين مع أرتتا تحت قيادة أرتتا يعني أرسل قدر يفوز باليوروبا ليج ويبدأ السيزن الجديد كمان بالفوز بكاسل الدرع الخيرية على حساب ليفربول وأعتقد ده هيدي له دفعة كبيرة جدا في انطلاقة الموسم طبعا ولكن حسابات الدوري وطبعا الدوري الطويل والنفس الطويل يعني المنافسة على الأرقاض يحتاج إلى نفس طويل طبعا مباراة الكرؤوس يعني حساباتها تختلف كليا عنها الدوري الإنجليزي والذي يعتبر العنف والأقوى ويحتاج إلى اليقى بدنية عالية وشراسة وهذاك شراسة في أفضل ملعب لذلك يعني أعتقد أنه طبعا شهدنا قبل ثلاثة موسم كيف أن ليستر سيتا أيضا جاء من بعيد وخطف لقب التوري طبعا هناك دائما هناك حصان أسود قادر على أن يشكل خطورة على الأندية المنافسة ولكن تبقى الترشيحات هي تصل في مسحة الأندية الكبيرة وذكرت بالمقدمة أيضا ومن ضمنهم يأتي بالمركز الخامس نادي الأرسلون الإنجليزي طب تسمح لي أستاذ بلال في بعض وجهات النظر بتتكلم على أنه جزء من أسطورة لان الميسي صناها نادي برشلونة وأنه هذا اللعب خارج إطار منظومة وإسلوب وطريقة لعب وأمكانيات برشلونة قد لا يحقق نفس النجاح في حال نجاح الصفقة هل ترى أنه ممكن أنه ميسي يكرر نفس المستوى من نجاح مع المان سيتي ولا بترى أنه ده فرصة ممكن أن تكون مستبعدة أو بعيد يعني أولا نادي برشلونة اقترن اسم نادي برشلونة أيضا بالنجاح الميسي نادي برشلونة يلعب مع نادي برشلونة منذ عشرين عاما بدأ في البرجة الأولى ومع الفريق الأول في العام الفين واربعة يعني ستعشر عام في الدوري ستة كرات ذهبية مع نادي برشلونة طبعا برشلونة صنع نجومية نادي برشلونة ولكن موهبة نادي برشلونة فرضت نفسها أيضا في نادي برشلونة واقترن اسمه بكل البطولات التي حققها نادي برشلونة طبعا انتقال يعني انتقال ينادي ميسي إلى ستة بالتحديد ووجود وارديولا الذي هو يفهم طبيعة تفكير وطبيعة لعب وطبيعة عقلية هذا اللعب الذي طبعا لعب تحت قيارته سابقا في نادي برشلونة هذا قد يعطيه مساحة أكبر من أن ينتقل إلى أي طريق آخر طبعا ميسي لو لعب لأي طريق آخر غير ستة سلواجه صعوبات وخاصة إذا كان هناك لعبين ينافسونهم في النجومية ولكن في الستي سيكون له شأن كبير بوجود بيب كورديولا الذي سيعطيه كل ما يحتاجه من دعم معنوي طبعا ليكسب موهبته على أرض الملعب ولتحقيق الإنجازات على صعيد الدوري الإنجليزي وخاصة أيضا في الدوري أبطال أوروبا التي يحاول دائما الستي الوصول إلى برصات التتويج ولكنه يفشل السنة طبعا أخرى ولكن في حال حصل على خدمات تليون الميسي هذا الموسم وهو الأقرب حاليا ولكن هناك عدد صعوبات أبرزها هي صيغة التعاقد بين برشلونة وميسي إذا ما تجاوزها ميسي أو إذا ما منشستر سيتي أخذه بالتراضي مع لاني برشلونة عبر دفع مبلغ من المال خاصة بعد لمس نادي برشلونة والإدارة لاني برشلونة لمست جدية ميسي في الرحيل وهو لم يأخذ هذا القرار ليتراجع عنه وهو لم يأخذ هذا القرار للتهويل وخاصة بأن هناك عدة عرضات عدة محاوضات حصلت وأهمها عرض رئيس النادي بأنه مستعدة لاستقالة إذا ما كان هو العقبة في عودة ميسي ولكن هناك شروط كبيرة لبقاء ميسي أهمها عودة سواريز بقاء سواريز التعاقد مع الشابي بدلا من كومان يعني هناك عدة سيناريوات مطروحة لبقاء ميسي في برشلونة لكن إذا ما انتقل إلى الدورة الإنجليزية فإن بيب جوارديولا سيعرف كيف يتعامل مع هذا الولد المدلل في برشلونة أستغل وجود حضرتك معنا في السادسة من خلال سكايب وأروح لبطولة أفريقيا بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي أعتقد أنه العالم كله وخصوصا المنطقة العربية بشكل كبير هتتابع مباراة دور قبل النهاية إزاي بتبصي لها وإزاي بتشوف فرص الفرق الأربعة المشاركة فيها يعني طبعا الأنظار تتوجه إلى نصف نهاية دوري أبطال أفريقيا بسبب وجود أربع فرق عربية ناديين من المغرب وناديين من مصر طبعا أنا أشجع ناديي الزمالك وأتمنى لناديي الزمالك وأنا الأهلي لأن يتواجه في المباراة النهاية طبعا حضوض أن ناديي الأهلي والزمالك في هذه البطولة كبيرة جدا وخاصة بعد أن عدنا إلى مبارتي الذهاب والإياد ولو أن المباريات كانت مربع مباراة واحدة وعلى أرض محيدة كانت هنا ستكون الأمور كلها مفتوحة ولكن حضوض خاصة ناديي الأهلي الذي سيلعب أولى مبارياتي في البهر مع ناديي الويداد ومن ثم لقاء العودة سيكون في مصر فهذا سيعطيه حافظ أكبر للفوز وسيكون داهم أكبر لأنه سيلعب على أرضي في المباراة العودة وهذا أيضا محقز ومؤثر في حضوض ناديي الأهلي في الوصول للمباراة النهائية وطمنا لناديي الأهلي والزمالك بالوصول إلى المباراة النهائية لأنه سنشعل لقاء تاريخي في نهاية دولة أبطال التأكيد سعيد أو سعداء بالتواصل مع حضرتك أستاذ بلال نصور الصحفي بالتليغراف ومراسل التليغراف في منطقة الشرق الأوسط نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة ونتمنى طبعا أنه نهائي يكون مصر خالص الأهلي والزمالك وأننا نتمنى بالطبع أنه الأهلي يتوجب بالبطولة وهو الحقيقة الأكثر والأكثر استحقاقا بعد موسم أكثر من نجاح فاصل ونتواصل مع حضرتكم ضفنا هو الكابتن سيد حمدي نجم نجوم النادي الأهلي أو نجم هجوم النادي الأهلي حيكون دفع علينا في السادسة مع زميلتي سارة محسن بعد الفاصل هدفون كبار ومهاجمون عظام مروا من هنا مروا من أمام القلعة الحمراء ولم يستطيعوا إخفاء حبهم وعشقهم للكيان الكبير ارتدوا الفنلة الحمراء فسطروا تاريخا كبيرا لهم في عالم الساحرة المستديرة السيد حمدي أحد أبرز وأهم مهاجمي الأهلي في الألفية الثالثة من موالد محافظة الفيوم في الأول من مارس عام 1984 بدأت سيد حمدي مشواره مع كرة القدم في صفوف فريق تنطا قبل أن ينضم إلى بيترو جيت ويتواجد ضمن لعبي الدور الممتاز موسم 2008 قدم حمدي وجبات فنية دسمة وظهر بمستوى جيد لفت به أنظار المعلم حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وقتها والذي أكبرته على ضمه لكتيبة الفراعنة في أمم إفريقيا 2010 السيد حمدي الذي أنقذ الأهل في عام 2012 بتسجيله هدف الإنقاذ من الخسارة أمام الترجي في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا 2012 ببرج العرب مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة كما سجل قبلها هدفين في شباك سانشاين النيجيري بذهاب نصف النهائي وفي إياب نهائي برادس أمام بطل تونس نجح في صناعة أحد هدفي تتويج الأهلي وأكمل مسيرة التألق بهدف للتاريخ في كأس العالم للأندية في شباك هيروشيما اليابانية شاهد صيف 2011 النقلة الأكبر في مسيرة اللاعب بارتدائه قميص النادي الأهلي إلا أن كثرة الإصابات قللت كثيرا من فرصه في إظهار موهبته بالتهديف بشكل كبير رحل حمدي عن الأهلي في صيف 2014 ولعب بعدها لعدة أندية أبرزها المصري والمقصة والداخلية والمنصورة والترسانة قبل إعلانه قرار اعتزال اللعبة على المستوى الدولي خاض السيد حمدي الذي لقبه زملائه بالعشوائي 12 مباراة بقميص منتخب مصر نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف بنسبة 15 هدف في كل مباراة لعب السيد حمدي 197 مباراة في مسيرته الكروية سجل خلالها 42 هدفا وقام بصناعة 17 أخرى لزملائه وخلى سجله برحلته الكروية من البطاقات الحمراء كما حقق 6 ألقاب في مسيرته بواقع لقب وحيد للدوري مع الأهلي كذلك دور الأبطال مرتين وكاس السوبر الإفريقي مرتين بالإضافة إلى لقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر وفي 16 سبتمبر عام 2019 أعلن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب مكتفيا بما قدمه على المستطيل الأخضر بعد بلوغه عامه الخامس والثلاثين أهلا بالسيد حمدي على شاشة قناة الأهلي برحب حضرتكم من جديد والحقيقة الواحد بيبقى مبسوط وفخور هو يقعد مع نجم من نجوم النادي الأهلي ونجم هجوم الأهلي والحقيقة لديه ذكريات رائعة جدا مع النادي ومسيرة رائعة وخصوصا في بطولة أفريقيا وإحنا كمان دخلين على أيام مهمة في أفريقيا يا كابتن حضرتك مشرفنا أهلا بيك يا سلام منوارنا ربنا يخليك خلينا يا كابتن الأول نبدأ بإنت فيين دلوقتي أنا عارفة أن في مشروع أكاديمية فهمني وأكيد أكتر وفهم الجمهور الأول طبعا أنا سعيد إن أنا موجود مع حضرتك ومبارك لكم طبعا على التطوير والتجديد في القناة الله يبارك فيك يا كابتن وسعيد إن أنا موجود في قناة الأهلي يمكن يعني تاني أو تالت مرة يبقى موجود وسعيد طبعا وكم مشجع وكنت رعيب يعني فأنا سعيدنا معك يا سلام الله ربنا يخليك يا كابتن يعني ده ده إحنا الفخورين إنك معنا وده بيتك يعني يا كابتن أكيد طبعا عند بيتنا كلنا طيب موضوع بقى الأكاديمية بقى شرحوا لك ده أكتر دلوقتي حضرتك إيه النشاط اللي بتعمله آه هو أنا يعني بعد هتزال للكورة اتجهت النشاط الأكاديميات آه أنا بحب التسويق يعني أنا بقى يعني النقطة دي بحب إن أنا أشوف لعيب آه أحاس إنه ممكن يكون فرصته آه أوليلا شوية في إنه هو يتشاف فهنا بدأت آه يعني الموضوع يعني أخد شكل لنا آه بس يكون الموقف آه مش إنه أنا سواقه بس يعني يكون في إطار آه تدريب آه وتأهيل كويس عشان لما يروح النادي آه فأي نادي أنا أسواقه فيه يكون مؤهل نفسيا مؤهل آه بدنيا آه أنت عارفة في الفترة دي بقى اللعب عايز يلعف أي نادي مجرور ما يكون متأهل وكده آه فجأت الفكرة من هنا فإن أنا أفتح آه أكاديميات آه فاتح فرعف آه فرعين في الشرقية آه فرعف زأزيق وفرعف ديارب بنبل آه وإن شاء الله في فرعف فيصل في منطقة الكعبيش آه ده الفرعف الثالث ويا رب تشرفونا فيه إن شاء الله أكيد إن شاء الله نشوف نجوم من الأكاديميات دي يا كابتن بإذن الله خلينا بقى نروح لمشهور حضرتك كده من بداية كرة القدم بدأت من نادي طنطة آه لا أنا نشئين الفيوم الفيوم آه كنت بالعب في فرق اسمها هودي اللي هي المقصة حالية آه 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 كابتن حزن شحيته في الفريق الأول آه ده كان وقتها درجة ثاني آه كلمني كابتن محمود جابر اللي هو والد عمر جابر آه وبعدها بقى انتقلت يعني تدريجيا من ميال بحيرة لعبت سنة بعدها طنطا سنتين بعد طنطا بيتروجيت بعد بيتروجيت الأهلي المقصة المصري الدخلية المنصورة واعتزلت بيترسانة بقى جالي الصليب لما جالك عرض من الأهلي يا كابتن كان فيه عروض تانية وقتها؟ وأنا بيتروجيت كلمني الأهلي وكلمني الزمالك لكن أحب طبعا للنادي الأهلي أو انتمائي أنا مقولش كده كلام عشان أنا موجود في القناة الأهلي لكن ده كان يعني كان باين من صغري وأنا ناشئ يعني أن أنا نفسي أنا الألعب في النادي الأهلي فما فكرتش طبعا لما كابت ساعة حافظ تكلمني وكابتن عدل الكياء يكلموني قالوا لي احنا عايزينك في النادي الأهلي ومن تابعك ومستر جوزي عايزك قالتنهم أنا طبعا ليش أي طلبات ولا أي حاجة خلصوني من نادي وأنا تحت أمركم فعلا كلموني وقالوا لي تعالي احنا عايزينك ورحت كابتن عدل الكياء خلصت كل حاجة مضيت وصبتهم هما يعملوا كل حاجة اللي أنا عارفة أن مستر جوزي هو اللي كان مصمم ومصرع على انضمامك لنادي الأهلي بالزبط إيه طبيعة العلاقة بينكو كانت إزاي؟ تعلمت إيه منه؟ يعني أنا قبل ما روح النادي الأهلي كان كابتن عدل الكياء قال لي مستر جوزي عايزك عايزك بالإسم يعني هو محتاج النوعية بتاعتك يعني فقرت له خلاص أنا قتحت أمر النادي ودخلت النادي طبعا الرجل ده يمكن ما لعبتش معه كتير لكن من أفضل مدربين اللي أنا شفتهم في حياتي إيه مختلف فيك كابتن؟ شخصيته شخصيته قوية جدا في قط اللبس بيدير النادي كله يعني إيه بيدير النادي كله يعني محيط بكل الأمور اللي ممكن تعمل الإيجابية والسلبية ما بحبش أي أمور داخلية تبقى تأسر على الفريق في مسيرته ما سيكون اللبس بشكل كويس ما فيش أي مشاكل قدرين شخصيته قد قوية على لعيبة تمرينه كان كويس جدا في التاكتك يعني كان بيحفظنا تاكتك أو خطط هجومية على طول يعني أنا كنت أوقات بشوف إن إحنا كنا أوقات بنكسب جون أو اتنين وبيبقى زعلان فقد دي كان رغبة تلفوزة عنده كبيرة قوي فكان مختلف يعني فكير له موقف بعينه ليك معاه؟ يعني فيه أول ما جيت أول تمرينة كان بيعملنا خطة كده هجومية يعني فأنا ما كنتش عارف أعملها كانت جديدة بالنسبة لي يعني أو أول مرة أشوفها يعني أول مرة أتبرانة فكل شوية وقف التمرين ويقعد يجي يكلمني ويقول لازم تعملها وأنا يعني قعدت حوالي مثلا عشر دقايق كل ما جاء أعملها لحد ما قعد معي بعد التمرين وخلينا عملت التمرينة دي يعني قد إيه هو فيه حاجات صغيرة لكن هو كان شايفها أن هي كبيرة واستفدت منه بصراحة كمدرب يعني مدرب خططي بشكل كبير وشخصيته يعني قفتت لعبة كثيرة مش أنا بس طيب لو كلمنا على أفريقيا وبطولة الفين واتناشر الفين واتناشر الزهب الأهلي والتراجي أنقصت الأهلي يا كابتن بالجون بتاعك يعني الحمد لله الضيئة تمانية وتمانين يا كابتن بالضبط الحمد لله كل ما مشي في الشارع الناس بالأدئب يعني فاكرية له جون ده لأنه هو وجون اللي أنا عملته في وجون اللي عملته في النهائي هناك في تونس اللي أنا عملته لجد أدي الهدفين أو الهدف أو الاسس اللي أنا عملته والبطولة الغالة دي أدي الجمهور فاكرها لحد دلوقت لحد ما ممشي في الشارع بيكلمون عليها وحاجة بتبسطني أن أنا كنت سبب أن نحن نجيب البطولة يمكن البداية بدأت معايا أن أنا ما كنتش بيبدأ في النهائي بشكل مستمر جاءت لفرصة في الدور الثمانية وبدأت لعب مع كابتن حسين بادر لحد ما تدريجين كده بدأت عن نهائي بقى كان لي بصمة في النهائي نحنا كنا خسرين واحد سفر وطبعا كنا يعني قلقانين بشكل كبير من النتيجة بارت وطلع واحد سفر ولكن كان ليه نصيب أن أنا أجيب الهدف ده ونروح هناك ونحق البطولة ونساعد جمهور النادي الهدف مباراة العودة بقى يا كابتن بدأت أساسي صح؟ آه مباراة العودة هنجفتون صح بدأت أساسي آه من جبت الجوم بقى خلاص طيب بس قضي قضي أنه وقتها فكرة أنه كان أبو تريكا وبركات صح وعمد متعب احتياطي بالزبط آه يعني إيه إحساسك لما حضرتك بدأ أساسي وأبو تريكا ومتعب وبركات احتياطي يعني وقتها كنت كنت حاسس أصلا أنت ممكن تبدأ أساسي في الماقش ده؟ نحنا كنا آآ جيل بصراحة كنت محظوظ أنا يعني بسامي نفسي آآきたس سنين معهم بسامي نفسي أنه يعني عصرت الجيل ده الجيل ده مش هتعود آآ آآ كفنيا أو آآ اخلاقيا أو قد إيه كان بيضحي عشان آآ بيجيبه بطولة للنادي أو مهما كاتل الإغراءات أو مهما كاتل المشاكل قد إيه هو كان مركز في أن احنا لو دخلنا بطولة لازم نجيبها للنادي أو لجمهور يعني كان فيه لعبية كبيرة طبعاً أنا كنت بالعب وسطهم أه بتفرج عليهم كان في الدفاع أو في خاطر نصف وفي المكان بتاعي كان فيه متعب وكان فيه جد وكان فيه بركات وكان فيها وطريقة كان لي نصيبي إن أنا في الفترة تي كنت ماشي في شكل كويس جبت جون هنا في الكهارة وجبت وبدأت هناك شايف بقى الدكة شايف شرع فضيل وبركات ومتعب وصيد معوض بس كنت حسس إنك هتبدأ أساسي في المباراة دي؟ يمكن الجون اللي أنا جبته من خلية التمرين قبل المطش حسيت إن أنا في الفرق الأسسية يعني لكن ببص كده قبل المطش بيوم بشوف معقول الناس دي هتبقى برة وأنا بادئ وده أول نهاي طبعاً أبدأه بشكل أساسي وبطولة كبيرة بالنسبة للجمهور النادي الأهلي أو النادي الأهلي قدي حريصة عليها يعني فكنت يعني لحد ما يعني الموقف بالنسبة لي كان كبير شوية لإن أنا برضو كمان المطش مش 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 في الكهارة المطش هناك في ملعبهم وفي جمهور كبير موجود وطبعاً الناس بتصفرج علينا طبعاً هم بطولة بهم عايز أقول لك يا كابنال لحد اللحظة دي كتير من جمهور النادي الأهلي بيقول إن ده أحسن مطش الأهلي قدموا في نهايات أفريقيا وكان مسيطر جداً على على المطش في الملعب بالضبط إحنا يعني آآ عايز أقول لك رغم الناس اللي كانت قاعدة برا شوف الأسماء اللي أنا بحكي لك عليها لكن قد إيه للحيداشر لعيب اللي كان موجودين في المطش والاحتياط اللي نزلت قد إيه آآ ما فيش واحد كان وحش في المطش يمكن الجون بتاعي آآ يفتح المطش شوية آآ آآ ادينا ثقة آآ لكن أنا حاس إن احنا كنا في الدقيقة تسعين آآ حتى لو جينا في جينا فين وجونا هنجيب لأن احنا كنا في حالة فنية آآ آآ كويسة جداً لدرجة إن وحسام غالي ما ما كانش بيزعف المطش فأنا كررت الموضوع قلته في كذا برنامج إن حسام غالي فبقوله حسام أنت ممتزعقش وكذا فقال لنا مش لاقي حد أزعق له يعني من النوادل آآ من النوادل بتاع حسام غالي يعني فقديت تسعين ديها كانت آآ الأهل اللي كان يستحق في عنا ياخد البطولة والحمد لله حققناها وآآ وسعيد إن أنا شاركت في البطولة وكان ليه بصمة فيها طيب شايف زي كابتن يعني إحنا برضو نتكلم على أفريقيا شايف زي موجهة الأهلي مع آآ الوداد في أفريقيا اللي خلاص قربت آآ مباراة طبعا صعبة آآ آآ أكيد مش هنبوصل أي أمور آآ آآ هنبغي الدورة على أي يعني هنحطه على جنب كده ماتشاته بالأمور اللي بتحصل هنا في مصر ونقف على نفسنا ونركز لبطولة فرقة كويسة جدا وإحنا مشكلة الكورة المصرية يعني العربية بتبقى في آآ في نرفزة يعني هما بيقدر يستفزونها بشكل كبير هما شطرين في النقطة دي دي حقيقة آآ اللعب المصري بيستفز بسرعة برضو آآ وبالذات لما بيلعب آآ فريق عربي يعني آآ لكن الأهلي طبعا عنده من الجهاز الفني من الإدارة من اللعيبا ومن الخبرات اللي موجودة في الفريق آآ آآ قدر أقول لك إن الأهل إن شاء الله يقدر يحسم البطولة بإذن الله بإذن الله شايف نين أقوى من منافس في الأربع فرق للنازل أهل آآ آآ شايف يعني ما هو في الوداد وفي زمالك آآ أنا شايف إن آآ أنا شايف إن الأهل إن شاء الله لو عدى الوداد آآ أعتقد إن هو ممكن حق البطولة إن شاء الله وده اللي احنا منتمنى هنروح لفاصل ونرجع نكمل آآ كلامنا مع كابتن السيد حمدي برحب حضراتكم من جديد في استوديو السادسة ولسا معنا كابتن السيد حمدي منوارنا وبنتكلم في كلام كتير بقى عن النادي الأهلي وعايزين بقى كابتن نتكلم عن الكواليس كنا نتكلم إن أنت كنت مع جيل الزهبي والجيل الخلوك وإنت بتقول إنه جيل مش هيتعود علاقتك بقى باللعيبامين كان عارب حد ليك من النجوم اللي احنا ذكرناهم آآ يمكن لما رهت النادي الأهلي يمكن آآ كنت الآن لبعض يعني الآن شوية إن أنا آآ رايح طبعا نادي كبير وفي رهبة شوية جاي برضو مع احترامي طبعا نادي بترجيت مش نادي جامهير آآ لكن رايح في نقلة كبيرة آآ آآ نادي كبير باللعيب باللعيبة النادي الأهلي باللعيبة اللي موجودة في المنتخب آآ يمكن لساعدني شوية إن أنا كنت موجود في المنتخب بوقت ما كنت أنا ببترجيت فكانت علاقتي قريبة شوية من بعض اللي عيبة النادي الأهلي آآ في وجود يعني في المنتخب ده سهلت دينا شوية يعني كنت أعرف أحمد فاتحي وقبلها آآ كابتن وقل جمعة آآ آآ حسين غالي آآ آآ أبو تريكا آآ يمكن المجموعة دي آآ بركات يمكن لما روحت آآ في لما روحت بقى أول يوم في في النادي الأهلي آآ شفتهم فدو فالموضوع كان سهل شوية يعني آآ وليد برضو آآ جنة آآ كان معي بترجيت فااا يعني آآ هو كل اللعبة الأهلي بصراحة آآ 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 مياد الساعة توصي معامل يا كابتن آآ آآ يعني شوية يعني ممكن وليد آآ وساعد آآ 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 هوات يعني بروح النادي آآ بروح أشوفهم وآآ آآ مطمن عليهم يعني بالفترة ما راحتوش لكن إن شاء الله قريبة راح له إن شاء الله إن شاء الله طيب حضرتك لما انضميت لآآ منتخب مصر كنت من بترجات صح؟ إزاي استقبلك يعني بيبقى أغلب لعبة المنتخب من الأهلي والزمالك إزاي ساعتها بقى كان استقبالك لعب جاي من بترجاته بينضم المنتخب مصر الجديد استقبالي في المنتخب أو في المنتخب في المنتخب الحمد لله برضو إحنا إحنا كنا زي بقولك كنا معنا مجموعة كبيرة جدا من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد يعني كان في مجموعة كلهم لعبة كبار وكان الجهاز فني طبعا كابت حسن شعاته الرجل ده مدرب كبير وراجل محترم ما عندهش فرق بين لعيب في بترجاته أو في الأهلي احترم لأي فرقة يعني ما كانش عنده هي منظومة كل لعبة زي بعض اللي ما معنش مشاكل اللي بيتمرن كويس اللي يجتهد ما عندهش معانه زي ملكاوي كان قريب من لعبة الأهلي وده كان غريبة أولا لكن هو كان شايف أن اللي بيقدي هو اللي هيبقى موجود في التشكيل استقبلين كويس وكل الجهاز وكل العيو بصراحة قدنا فترة مع المنتخب بصراحة ما تتنسيش يعني ولعبة الأهلي بصراحة استقبلوني برضو لأن كان فيه أخبار ان انا هروح من لدي الأهلي في وقت ما انا كنت في المنتخب كان حسام غالي كان بيقعد معي بشكل كبير جدا كنتنا حسام غالي وشكبالة كنا على طول متواجدين مع بعض لا كان فيه كان فيه روح حلوة يعني مش عايز اتكلم عن الجيل ده لكن مهما اتكلم يعني عن الجيل القديم مش هو فيه حقه جيل ما يتعوضش بصراحة طب يا كابتن يعني انت لعبت لكذا نادي مختلف في مصر بالنسبة لك انت ايه اللي شفته مختلف في النادي الأهلي او ايه اللي يفرقه عن اي نادي تاني من وجهة نظرك انت انا مش عارف اه اللي بيسيبي نادي الأهلي دي بيسيبيه ليه يعني بجد بجد يعني مش عشان هنالف القناة والناس بتشوفني من قديه انا يعني اه لو تعرض علي ان انا كنت العب كمان سنتين في النادي الأهلي بقى لعقد كنت 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 وافقت انا اه مش ادرا اقولك ان كان اسوأ يعني اسوأ خبر سامτη في حياته عندما لما USDA قال انا انا يعني انت مش موجود معنا تكت اخر سنة ليه كواليس كنت يزائدة يعني كانت صعبة ليك هم أن اتفاجئت بصراحة ا Gibolches ان انا تقالي يا انا يمكن اهلي مروا بدرب يعني فاترة اللي انا يمش开始 فيها الاهلي مروا بدرب بمستوى تزابة شيئا فبدا اي Protestant مجربين وده اللي ادى ان تغيير اللعيبة اه تغيير اللعيبة وده اللي ادى ان انا مع بعض اللعيبة نمشي يعني لان الاهل كان في هزة شوية في الناحية المستوى وتغيير المدربين ده اثر على اه ان احنا نمشي يعني في مجموعة طبعا تعارفة كل فترة كل نادي بيمر بفترة كده في بيجي جمع اللعيبة انا مش بتشارك شوية في الاخر فبتمشي يعني فانا لما تقلت خبر بصراحة اه يعني انا مفكرتش في اي حاكة تانية غير ان انا ازاي مش هروح النادي تاني يعني ازاي انا مش هلبس three that ده ازاي انا مش هلعب ازاي الناس مش هتشوفني النظم مش هتشجعني آآ اه ما مقيميليه فدي كان أسوأ آآ حاجة في حياتي يعني كان pillsr خبر في حياتي ان اي راحت الهل واسوأ خبر سمعت في حياتي لحد دي وقتني الحالي آآ آآ ان انا اسمعت خبر ان انا ما مش موجود فقط بقعدت فترة متأثر بالخبر دهois انا كنت بعيط لدرجة الدموء يعني مش قادرة اوصف لك. انا بدأت اشوف الدموء يا كب. لان انا فعلا فعلا انا كنت في النادي انا بحب النادي فعلا. كلعيب ومشجع. انا عايز احكي لك موقف ان انا اه في وقت موجود في النادي الاهلي اه كان الاهلي بمر بزروف مادية اه واتعرض علينا ان احنا نخفط العقود. وانا اه يعني تلم اللعبة الكبار وجاءوا كلموني اه اه او كل اللعبة يعني وانا كان حسام غالي وقف معايا. وقال لي ان دي الاهلي اه اه انا بقول لك الكلام ده عشان اه هقوله برضو لجميع اللعبة. الاهلي مش هينسى الموقف اللي انت ممكن تعمله. والاهلي مش هشترط عليك ان انت تخصي يتخصي منك فلوس او ما يخصي مش هو الراجل اه الكابت حسامدي عرض الموضوع. وقال اللي عايز يخفض يخفض اللي مش عايز يخفض هو حر يعني مش مش ناخد منهم موقف ولا نزع. انا مضيت على ورقة ما عرفش انا اه اتخصم مني قديه وعرفت انها تخصم مني وقتها ستمة الف جنيه. اه اه حتى لما جيت مشيت من النادي الاهلي. مضيت على على اه اه مضيت ان انا مليش فلوس خالص في في النادي كبقى مستحقات. والنادي الاهلي برضو يعني كل شهر كان بيبعات لي خدت فلوس الباقي يعني. اه انا اقصد اقول لك ان انا ما كانش قصة الفلوس ولا تفكيري وقتها الفلوس. اه لكن الموقف ان انا اه ان انا مشيتش في النادي الاهلي لحد دلوقتي اه مش قادر اصدق نفسي. انا بعمش في الشارع. الناس بتقول لي احنا فاكرين لك مش عارف ايه. بقول لهم انا لا يعب في النادي الاهلي. رغم ان ان روحت كزا نادي لكن كل ما مشي في الشارع. يا كابتن يعني ده من سنين كتير. ومع ذلك حضرتك دلوقتي وانت بتكلم متأسطر جدا. وبين ده قوي. انا 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 لو اتفرجت على المطش والاهلي اه يعني خسر فيه انا ممكن اه يعني يعني بنهار. رغم ان انا لعبتي في النادي و يعني مش يعني مش يعني مشجع مرضو بيبقى عندي اه غالب علي شوية يعني كتشجيع للنادي الاهلي بيبقى غالب علي شوية. ما عنديش قصة ان انا يعني كبرت او لأ انا بافضل كطفل قدام التليفزيون لما الاهلي لعب. ماتش. بين يا كابتن. لا انا محبش يعني اخد في الموضوع اولا انا ما بعرفش اتكلم في النقاط دي يعني لكن ندر اهلي عندي حاجة تانية بصراحة مين اللي بلغ بالكرار يا كابتن وقتها كابتن وقتها كان علاقة بصدق كابتن وقت الجمعة وكان سالح فيز وقتها كان اتجهز كورا هو اللي كان ماسك الفترة دي انا كنت اقول لهم طب يعني استنوا شو يعني عيضت شوية كمان يعني كنت ماضي اربع سنين فالعب تلات سنين اه اوزني بقول لك والله لو كان اتعرض علي ان انا العب في الوقت ده شوف اللي بتاخد ارقام قد ايه ما شاء الله لو تعرض علي في الوقت ده ان انا اخد اقل عقد وابقى موجود في النادي حتى لو مش هشارك هوافق اه لا الموضوع اختلف خالص بروح الناد الاهلي اه اللي حضرك بتقوله في الوقت بالتحديد مع تقريبا لو انا شايف صاح الدموع اللي شايفها في عيون حضرتك دي ده وقت مهم او انه كلام زي ده يطلع من حضرتك نجمى من نجوم النادي الاهلي في وقت يمكن الفلوس هاي اللي بتتكلم فيه اكتر بالضبط هي اللي الدنيا تغيرت شوية اه الفلوس مهمة طبعا ولا حدش ينكر ان 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 الفلوس شيء مهم ان انت اه تأمن مستقبلك وان ان انت لكن انت عايز ايه لما تبقى لاعب في نادي اه مثلا زي الاهلي مثلا اكبر نادي في مص ومن اكبر اندي في افريقيا اه نادي عنده الامكانيات المادية عنده بيديك شهرة بيديك اه فلوس بيديك بطولات بعد ما تنهي حياتك اه لما يكون واخد كل الامور دي تب انت عايز ايه يعني يعني انت مش بحتاج حاجة بانت برضو فلوس يعني الاهلي بيعوضك الاهلي ما بياخدش مسلا اه ما بياخدش من رصيدك لالاهلي لا بيزيدك يعني الاهلي انت بتيجي من غير رصيد بتيجي من غير فلوس من غير رصيد الاهلي بيديك فلوس وبيديك رصيد حتى لو احتزلت بيديك حتى وانت موجود بيديك انت لو لو احترفت هتحترف عن طريق النادي الاهلي حاتش كان يعرفك فاصدق اقول ان الاهلي فعلا اه بيدي للعيب حاجات كترة جدا لكن احنا زمن اه الفلوس امكن بتع� compliments اللاعب شوية اه وكسة محدش هوا يقول لي ابن النادي ومش ابن النادي دي انا مش هعدل يسمح خالص يعني انا عايز اللي اللي اللعب في النادي الاهلي اه انا مريد انت لعل platform اهلي انا كنا عالهي الاهلي شخصيا يعني اللعب في النادي الاهلي حتى لو هي العب سنة وهو مش ابن النادي وقاد في النادي وحارب عشان انت شرته ده وحارب عشان يجيب اللي النادي بتقولها هو ده اللي يقول عليه بني دي. صح يا كبتل. يمكن عرفك يا كبتل حضرتك لعبت تلات سنين بس مع الاهلي لكن حققت حاجات فيه ناس ما حققتهاش خالص مع الاهلي في عمره كله. والاتنين افريقيا تقريبا صح يا كبتل? اه. وسوبر. ولعبت كاس العلم الاندية. ولعبت كاس العلم الاندية. ودوري. وجون في كاس العلم الاندية. نتكلم بقى علي. آآ يعني آآ كملت بقى بعد الفترة اللي كنت الحمد الله مش فيها اساسي وحقق انا بطولة آآ الفون وطارش رحت بقى كاس العلم كاتن حسام وقتها كنت ماشي اساسي برضو. و робنا قرمني بال بالمطش ده وان ده جيبت في بعد وقسبنا فالآ كل اللي اعمل احمد فاتحي برضو اللي كان عملي playlist اه انا لعبتها و وكنت متوقع ان احمد بعد ما كاده على الخط مقدموش حل غير ان هو يلعبها آآ تحت يعني. فانا رحت المكان اللي هو آآ ممكن الكرة اجي فيه الحمد لله ربنا كرمني بان انا جبت جونه. ولحد دلوقتي انه ناس فاكرية يعني. نفس الكرة اللي ديتها الجد برضو في نهاية افريقية. يعني تقريبا هي نفس الكرة اللي انا عملتها نفسها تأسستي. اه. كان ناحية الشمالية. اه. فكنت سعيد بان انا جبت الجونه. يعني كل الناس دلوقتي التاريخ بقولك ما ما بينساش حد يعني بتعمل حاجة. انت لو بتلعب في اي نادي محترامي طبعا. لو انا جبت الجون ده في اي نادي تاني ما كنتش هتذكر يعني. اه فانا سعيد ان انا بديك الاسم ضمن اللاعبة اللي لعبت في النادي الاهلي. معينا على الشاشة الجون? اه دي جون اللي هو بالزبط نفس الجون اللي اللي عبولي فتحي ده. لما بتتفرج على حاجات تلوقتي يا كفتن. حاجة دلوقتي بتتفرج. وبعيط ان انا او ما شفت شرط اه اه او انك حيات تغيرت شوية بعد الاهلي يعني. ازاي? اه نفسيا وقحت. انا ما يعني انا حصل لي دروب شوية. يمكن لعبت سنتين في المقصة لكن ما كنتش حاسس بنفس الفرحة بنفس يعني الطموح قلي شوية عندي. يعني اه حسيت ان انا مش هرجع. بعد اول سنة لعبت في مقصة انا قدت سنة في مقصة كويس. والسنة التانية برضو كويس. لكن بعد ما عدت اول سنة قلت هحارب شوية عشان ارجع. اه ملقتش يعني في اه ما فيش كلام ان ارجع يعني. فحسيت ان خلاص انا اه بلعب كده اه يعني كلاعب لكن اه. يمكن اصعب حاجة اي انسان ممكن يمر بيها هو ان يقع نفسيا او يحبط الفترة. خصوصا بعد ما يكون كان حاجة كبيرة او ينجم وبتلعب بالنادي الاهلي. ازاي قدرت تتخطى في الفترة دي? يعني اذا كان دلوقتي يا حضرتها كنت بتتكلم عنها متأثر جدا. ازاي وقتها وتكمل وجع النفسي ده والقلم النفسي ده قدرت تتخطى ده? انا كنت مش ان انا كنت ابقى مشهور يعني. لا مش مشهور. يعني. انه النادي الاهلي. انت خرجت من بيتك. اه وانا خرجت ان انا اه خرجت من بيتك بزبط يعني انت كنت في بيتك. اهو الحلم انت كنت بتحلمه وروحت اللو. وحققت معاه اه في ظروف صعبة جدا. يعني انا ما رحت النادي اللي كنت في ظروف صعبة جدا. البلد بيمر بيها. يعني انا رحت اه للأسف يعني كان فيه صورة وكان فيه كسس برسعيد اه وقت دي ما انا عدت في سنة ملعبش. لان ما كانش فيه دوري. حرجت لما لعب في افريقيا. وخلاص بدأت احط رجلي في ان انا استمر في النادي الاهلي. واتفاجئت بالخبر انها مش موجود. اه اه لهزة النفسية اللي حصلتلي انا هلعب عادي طبيعي هلعب. لكن مش سعيد من جوايا. اه اه مش متقبل ان انا اه اروح اه العب مطش وانا برات شرطة اه اه شرطة اللعبة دعمك وقتها يا كابتن. لما كانت حالتك النفسية مش كويسة. مين كان واقف جنبه? بصي ما فيش حدي بيدعم حد يعني. قليل قوي يعني. هو في المجال ده. اه اولي الاول اللي حد بيدعم حد. لكن اهلي ممكن يكون اهلي. والدتي ممكن تكون هي اه اه او خالي. لان خالي والدتي قريبين قوي مني يعني عندهم اهلوية طبعا. وعندهم خلفية شوية عن عن الكورة يعني. اه اه والدتي زي كده لو كلمتك اه هتبقى برضو بكلمك نفس نفس اللهجة بزرطة نفس الكلام اللي انا بقوله. اه وخالي. اه اه خلاص هما بقوليلي خلاص يعني انت كان نصيبك كده وكمل بقى في اه انت روحت المقصة حاول بقى تتعيد اه تعيد حياتك يمكن ترجع يمكن ده كان هما دول بس الدعمين اللي هي في الفترة ده. وقدرت بعد فترة انك خلاص تفوق بقى من الصدمة دي وتكمل مشوارك. انا 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 مش مكتملة. معلمة. لان انا بقول لك انا اه فرحتي كده اه 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 اسعد يوم لي ان انا مسلا ان انا اجيب جهون مسلا وانا في الناد الاهلي. في التشبت الاهلي. والجمهور يكتب اه 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 او حد يكتب عني ان انا او حققته بطولة وفي فرحة يعني في حاجات كده اه ما بتتعوضش ومش هتلاقي اغير في الناد الاهلي. طب بنسبة لك اغلب طولة تهمة على الاهلي? يمكن بطولة الفين واتناشر دي اه اعلامة طبعا اه موجودة. اه والجون اللي انا جبت في في كاس العالم الانديا اه. المركز اللي انا حققنا. والهدف اللي انا جبتو يعني في انا اعتبر دول الحاجتين اللي مميزين او في في حياتي او في تلس سنين. والبطولة دي بالتحديد يا كابتن كنت متقلق فيها اوي. قدام التراجي قدام سانشاين. الاهلي يقدم الحقيقة مستوى عالي. بزبط. اتصرف ايش معنا بطولة 2012. هقولك احنا ما كناش بنلعب دوري وبعد قصة برسعيد كان فيه تأثير نفسي على اللعبة بس كان بالإيجاب ان احنا نحقق البطولة دول البطولة دي للشهداء يعني دي حقيقة فعلا ده كان احساس نبع ما كانش لا تمييس ولا كان اي كلام لا فعلا كنا قلنا البطولة دي هنحققها رغم الصعوبات المادية رغم الصعوبات ان احنا ما شاركش خلص غير في افريقيا فطبعا اللعاقة البدنية برضو او عدد مواطشات بتبقى قليلة غير لما تكون شارك في الدوري والدنيا بتماشى يعني احنا بنناها في افريقيا بس فعلا اللعيبة كانت مركزة انها هي تحقق البطولة دي وتهديها للشهد يمكن الموضوع ده جاء بالشكل الايجابي على اللعيبة لكن ما كنتش متوقع عن مستوى اللي احنا قدمناه في النهائي بالذات يعني هناك ردس في تراجي في تونس الحداشرة اللعيف فعلا والنازل اللي نزلت قدموا مستوى بالرغم فعلا النشاط كان متوقف بجد انا ما شفتش فعلا النادي الاهلي انا كان مشجع قبل ما اجي النادي الاهلي ما شفتش الاهلي فعلا في المطش ده بالمستوى ده يعني لحد وقت قريب مش شايف الاهلي يعني قدم مستوى بنفس قوة النهائي للبطول جمهور نفسه الحد دلوقتي بيشيد بالمستوى ده وبالبطولة دي بالتحديد ايه سر لقب العشوائي عشوائي اه ايه سر اللقب ده يا جب يا ربنا شفي مؤمن زكريا طبعا يا رب يا رب يرجع لنا بألف سلامة يا رب طبعا من خلالك بقوله يا ربنا يا شفيك يا مؤمن وترجع احسن من الاول اه انا جبت سر لت مؤمن طبعا عشان ادعيلي طبعا بالشفاء وآآ لان اللقب ده برده طلع عليه آآ هو كلمة حلوة يعني كلمة عشوائي في الكورة كلمة كويسة يعني مش مش حاجة واعش اكيد اكيد لا انا بوضح حالك يعني آآ ديت قالت علي في المنتخب آآ كابتن حسن شحاته وكابتن والجمعة طلوه علي آآ وائل لما كنت لما كان بيخش علي ما كانش يبعرف آآ يعني يبتو الكورة مني فكان آآ يقول لي انت انا مش حارف انت رايح فين آآ فقال لي انت عشوائي فكانت الحاسة كان موجود فطلعت بكلمة يعني علي يعني كلمة اللي هو انت مش حارف رايح فين في اي اتجاه يعني بالكورة اللقب بتعتز به آآ لقب كويس ما رفوش حاجة هو اصلا يعني الكلمة آآ او اللقب آآ مش ما فيش آآ تجريح هي الكلمة حلوة يعني طيب يا كابتن في كان في حادثة حصلت خط في ابن حضرتك قبل ماتش ليك مهم بالزبط ايه الكواليس هقولك آآ ويمكن انت قلت لما أنا اتفاجئت بالسؤال بتاعك آآ آآ أنا كنت في الماتش آآ باللعب الرجاة في آآ في اسكنديريا آآ جالي تليفون قبل الماتش بخمس دقائق يعني قبل منزل وكنت بادئ الماتش آآ فحد قال لي آآ آآ أن ابنك آآ تخطف ومعانا ومش عارف ايه قبل الماتش بخمس دقائق آآ يعني أنا سمعت يعني هو جالي اتصال فعلا قبل الماتش بخمس دقائق دقائق آآ آآ فطبعا أنا كنت متوقع الخبر لأن أنا حصل سرقة للعربية بتاعتي آآ بلهب باسبوعين أو حاجة آآ آآ فكنت متوقع أن هيحصل حاجة آآ آآ لكن ما كنتش متوقع أن هتوصل لابني يعني لكن آآ آآ اتأكد الخبر فعلا ان اتصلت يعني تأكد أن أنا ابني فعلا مخطوف يعني آآ فاللعبة لحظت علي وكبت محمد يوسف قال لي في إيه اتطريت أقول له يعني لأن أنا كانت باينة علي المهيار يعني آآ آآ فقال لي خلاص طب ما تبدأش وسافر ومش عارف ورطب بصة كابتن أنا هلعب الموتش يعني في الحالتين هلعب الموتش بطل يا كاب لا ده حقيقة ده حصل يعني لأن أنا عارف يعني أنا عارف الأحداث قبلها عارف أن هيحصل حاجة آآ آآ لكن كان صعب علي برضو يعني مش مسهل على أي لعيب أن هو يلعب وابنه مخطوف آآ آآ لكن أنا كنت بادئ خلاص والموتش هيبدأ آآ وما كانتش موتش مهمة أو يعني أو يعني مش نهائي ولا حاجة آآ لكن أنا خلاص آآ أنا دلوقتي في شغل أو موجود إن أنا آآ في التشكيل فما كنتش عايزة أعمل الموضوع كمان آآ آآ أوسع في الموضوع عشان عن الموتش واللعب تخرج برا التركيز آآ ولعبت وجبت جون يعني يعني حتى ربنا كعبتل والله يا كابتن أنا قامت دايقة جدا 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 إنه وقت الحلقة خلاص بنتي بس عايزة أقول لحضرتك إنه الحقيقة ثلاث سنين في الأهلي بس الجماهير اتبطت جدا بحضرتك وكل محد يقولي النهاردة إيدا معاك يا كابتن سيد حمزي إيدا دا أنا فاكر له جون كاس العالم الأندية لا جون الأهلي والترجي الحقيقة حضرتك يعني جماهير الأهلي فعلا مرتبطة بك فقبل ما نقفل عايزك توجه لهم رسالة وتوجه لهم رسالة من حضرتك بقى في قناة الأهلي بشكلها الجديد أبوصل الكاميرا ولا أبوصل اللي تعالي براحك ده بيتك واللي الكاميرا أحس طيب بقولهم طبعا جمهور نادي الأهلي هو طبعا رقم واحد في المنظومة دي كلها كل اللي بيحصل ده أو كل اللعبة اللي بتضحي عشانه عشان خاطر أنه هتحقق بطولة أو بطولات تفرحكم إن شاء الله بإذن الله البطولة الأفريقية دي هتبقى من ناصبنا الدوري إن شاء الله هيبقى محسوم بإذن الله ونفرح به لكن فرحتنا كبيرة إن شاء الله هتبقى البطولة الأفريقية وكلنا إن شاء الله في قناة الأهلي نحتفل بالبطولة وتبقى يعني ختمها ختمها ميسك زياني بيقوله وأنا سعيد وشرف لي إن أنا تحط اسمي أو تحط اسمي في تاريخ النادي الأهلي إن أنا كنت لعيف في نادي الأهلي وأنا بحبكم على المستوى الشخصي يعني بشكر حضرتك جدا يا كابتل نورتنا في برنامج إسا ديسا وبشكر حضرتك إنك شرفتني ربنا خليك يا صارة وتشرفونا طبعا في الإفتاح الأكاديمية إن شاء الله هعزمكم يعني وتشرفونا طبعا دي تتبقى حاجة يعني أنا هبقى مصود بيها أكيد يا كابتل أكيد شرف لينا شكرا شكرا